شايب الياسمين مع ياسمين الخطيئ. فضيحة مدوية من وجهة نظري على المستوى الاعلامي في الفيديو اللي اقوله لكم ده. اقسم بالله العلية العظيم. اللي يقول لك الاعلام ده رسالة هدفة والتوعية المجتمع وليه دايما قيم وادئ ومساق اعلامي. قل له كنافقة. اللي عاوز اقوله لكم في الفيديو دوت وانا محسوب على المجال ده واشتغلنا برنامجنا عدد طويل جدا من السنوات ولكن لما استدموا بلقاء على الهوى او لقاء ما بين ياسمين الخطيئ. جايبة فيه البلوجر هدير عبدالرازي عشان تحكينا فيه وتستدعي. خد بالك بالليجاء دي. وتستدعي الفيلم الجنسي اللي قال بالدنيا كلها في فترة ما. فاعتقد كده ما الجيش تقول لي بقى الاعلام والرسالة وايه الهدف من اللقاء. هقول لك بعض النقاط مهمة جدا في هذا الفيديو من فضلك كده طبيعي نوركز لان انا مش طالع عادي استنساخ اللي قالته ياسمين. هما طلعوا عشان انا وغيري هنقعد نتكلم عن الحلقة دي. وكل اللي تقال فيها وحصل اللي هقول لك اهم نقاطه دلوقتي هما الهدف منهم ان ده يحصل. بصرف النظر بقى ان ده بيهد في مجتمع ما بيهدش في مجتمع ان ده لي قيمة ما لوش قيمة. هو ده كان التارجته الهدف واللي هما عاوزين يوصلوه. لان المهازن اللي وصلنا لها في المشهد الاعلامي او اللي نبدأ بنضرب بكل حاجة عرض الحائط كده حرفيا ربنا يتولانا. وما حدش يقول للاعلام رسالة هدفة لان كله بيجري على الترند وبيجي من اللي يعلم عامل مشاهدات حتى على حساب الفضايح والمسخرة اللي هنسمحها دلوقتي. اول حاجة خلينا اوريكو ده كان التقبل للابساء هدير عبدالرازق في اللقاء مع ياسمين الخطيب في برنامج شاي بالياسمين. واخدوا بالكم كمان هي جابت كمان خطابها. عشان اعمل مفاجأة وخطابها على الهوى اللي نميز حتى الكوميكس على شكل محجوب عبدالدين زي ما انتم شايفين كده. وهقول لكم القصة ايه اللي حصل بالزبط. اول حاجة ياسمين اه لما جابت تهديل مفهودي ان احنا توقعنا ان هي جابها بقى ان هي بتوعي بقى لو انت بقى عاوزة تجيبي بقى جزء من واقعة ما حصلت في المجتمع. وعاوزة توعي البنات والستات ان انتو ما تصقوش بسهولة. ما فيش واحدة تصور نفسها بسواء من بايلها او من بايل جزء في فيديو جنسي اثناء اللقاء الشرعي الحميني. علشان ما تضمنيش الظروف ممكن يحصل اذا ما حصل معاك. لا ده الباشا طلعت اتباهة وتحكينا عظمة هذا الفيديو وقصته. وكمان ان بعد هذا الفيديو العديد من عروض الزواج من داخل مصر ومن برا مصر انهالت على هديرة عبدالرازي. وهي قالت كده في الحلقة بالزبط يعني انا بقول لك بعد ما الفيديو انتشر وكده جالي عروض جواز كتير جدا وبتقولها بشيء من اتباهة يعني والصدمة في نفس الوقت. طب هما اللي متقدموا لكيش قبل الفيديو شافوا ايه في الفيديو فبالتالي عاوزين يتجاوزوك علشان يا أستاذ هديه. ستة وعشرين سنة تلك جوازات وطلعت طلقات للبلوجر هديرة عبدالرازي دي خليك توقف وتفكر هو ايه اللي بيحصل. طيب ايه اللي حصل فيه ابرز العناوين اللي جات في هذه الحلقة? اول حاجة هديرة عبدالرازي بتقولني الفيديو ده بقاله تلات سنين بس هو تصرب بعد انه كان متشال من الموبايل بس الايكلاوت بيحفظ بالذاكرة ولما اتقبض علي وكان موجود مع النيابة معرفش الفيديو تصرب ازاي وان اول رد فعلي من القسرة ابويا اغمى عليه وكان هيموت وانا كنت في حال الصدمة غير عادية وامي واهلي وناسي وان طريق دوت اللي هو كان بيصور الفيديو قال لي انا هطلع اعمل فيديو واقول ان دي مراتي وبرائي قدام الناس كلها وما طلعش عمل كده لبست النقاب عشان مش قادر اوري وش للناس ومكسوفة في الممطقة وبعد كده بدأت اتعامل عادي ولازم ان انا ابقى اه اه اتحدى القلم اللي انا عشته ولكن اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم ان انا اه الجزئية ديت بالنسبة لي ما كانتش اه مفروض ان انا اسمع كلام الناس اللي قالوا دي ما تطلعيش ما تبرريش خلاص اختفي بس حاولت الانتحار تلات مرات يعني انا دلوقتي تلات مرات اه جواز وتلات مرات طلقوا تلات مرات انتحار ما شاء الله ولا محاولة فيهم نجحت فيها المدهش يا جماعة في اللي انا كنت عاوز اقوله لكم وهي بتقول ان الفيديو وصل للدول العربية والدول الاجنبية وناس كنتي بتبعتني بتبعتلي على الخاص وبتكلمني بتقولها بشيء كما لو كنت بتتحدث مع فنانة اقسم بالله هزا حصل شوفوا الحلقة على اليوتيوب ان انت واخد اوسكر وناس انت بقيت نجبة مجتمع انت عارف يعني اطلع ضيفة معي في برنامج اشهر حاجة ليها بعيد عن كونها بتعمل فيديوهات لملابس داخلية وبتعمل فيديوهات كلها مصيرة قبل ما يتم بقى تسريب الفيديو بتاع الفيديو حاجة بنسائها المباشرة الكاملة الواضحة وكلمها كما لو كنت بتتطعز او بتحكي تجربتها كنجمة في هزا المجال انا بسأل نفسي سؤال واحد هو ايه الغرض من استضافة ياسمين الخطيب لهدير عبد الرازي في التوقيت ده لا وايه جابت لها خطيبه كمان وخطابها على الهواء هقول لكم لسه وانا جايد دلوقتي ايه اللي حصل في الموضوع بلوجر برضو مشهور اسمه محمد قتاك اللي هم دلوين دول بعمل الفيديوهات كتير مع بعض يعني ازا بوليتم فاستطروا هي نفسها تلاقي التعاية وتقول يا جماعة والنبي ما تشايروش الفيديو محد يشاهك على الفيديو ربنا يصر عليكم وكلنا قلنا الكلام ده حتى في فيديوهاتنا زي ما انتم شفتوا قبل كده قلنا يا جماعة خلاص عفو الله مسالة بكلنا فينا اللي مكافينا ورصيد السطر رصيد السطر بس ربنا اللي سطر كل الناس طب لما طلعنا بعد شهور معينة وانا اللي استدعي القصة هل الحلقة اللي عامتها يا سمين الخطيب دي مش هتخلي الناس عندها فضول تخش تسيرش تاني وتشوف الفيديو تاني مش هاخش وما بيسمعها من بوق هدير عبدالرازق نفسها ان انا دول العربية والاجنبية عايزين يتجوزوني عايزين يشتريوا الفيديو بتباعها بفلوس الفيديو بتباعها بفلوس هي بتقول كده واحدة بتسوق لفيديو جنسي انتشر ليها ايا كان طريقة تسريبه بتقول هذه الكلمات على قناة النهار انتم متخيلين احنا وصلنا لايه والله العظيم ده حصل ده 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 يا جماعة ده جزئيات اللي هي بتقول اه ان انا مش عارف انتشر ازاي وراح في ان ده كله خلاص كلام مستهلك قلنا قبل كده لكننا بدور على هو للدرجات اللي وصلنا لدرجة البجاحة في المجتمع سواء من صاحبة الشأن او سواء من اللي بيستضيفوها جميعا على حس مشاهدة ونطلع خطيبة ده نفس اقال لها انا معايا فيديوهات ومعايا مواضيع لو طلعت لو ازعتها هفضل انا وهدير سنة قال كده والله الاسم محمد اوتاك فالناس دي بتدور فعلا على الترند والشورة على حساب بقى ولا دين ولا اخلاق ولا قيم ولا مبادئ فكك ما تقوليش كمان اعلام بقى ليه رسالة مفيش حاجة اسمها اعلام ليه رسالة خلاص بين قوسين الا من رحمة ربه عشان ما انا عممتش ولا من رحمة رب دول قليلين اوي تقوم ياسمين الخطيب في شاي بلي ياسمين اسمي برنامجها جايبها هدير عشان تحكي لنا اه طب هو صور الفيديو ازاي طب ايه اقول لك اعرف قالت ايه قالت ان امرأة واحد كان بتصور من مومبايل انا مش مومبايل هو فانا كنت بتطمنها وان هو كان مريض نفسي بيحب يستمتع قوي وان هو يحب يصورني يعني خد بالك بقى هنا اه وانت بتتفرجي كده لما جوزي يقول لك يلا صورك واحنا بنعمل كو اجنسي مع بعض لو عاي تتطميني طب انت وفقتي ان انت تتصوري ليه سواء بمومبايلك او بمومبايله هو تتصرف عادي وبعد ما انتشر الفيديو ده كان طريقة بمنها ستة وعشرين سنة معاف ستة وعشرين سنة لحي تتجاوز ستة وعشرين سنة مرات يديك انتباع عن الشخصية ستة وعشرين سنة ستة وعشرين سنة جاوز وطلعة طلقات ما ده يديك انتباع عن وحنا خارجين قال لي مش هاضرة كامل معاك ان هو كان مهزيز نفسيا من الرجل اللي هو صاحب الواقع دي وكمان ان هو كان بيحب يصورني وانا كنت اثناء الفيديو ده مش في وعي اخد بالك بقى هنا اللي عاوز اقول لك ايه هي طالعة بتستحضر الحكاية يعني انت وانت بتسمع كده وهي بتقول لك انا كنت في الفيديو مش في وعي فهي اثرت فدولك تروح بقى تشوف الفيديو بقى وهي مش في وعيها بقى ايه جماعة ده برنامج تلفزيوني طب على السوشيال ميديا والتيك توك بنقول ماشي لك كمان في التلفزيون في قناة النهار برنامج ياسمين الخطيب شايف لي ياسمين الجزئية المدهشة كمان بتقولك هو ما مسحه بس الاي كلاود بيحتفظ بالحاجة وان هو بيبقى اه موجود دايما ما بيتمسيحش من الاي كلاود فاللي انا عاوز اقوله في الجزئية ديت عشان ما عيدش استنساخ وعيد الموضوع تاني بكلام كتير مكرر بتسأل خطيبها ياسمين الخطيب بتقول انت قلت تعرف شفت الفيديو قبل ما تخطبها قال لها لا استراحة مردتش اشوفها عشان ما احرجهاش ما تضايقش يعني ما زعلش بس الناس كتير شافته هو بيقول لها كده يا ابني انت طالع بتتكلم على فيديو جنس الواحدة انت خطيبها بتواجبها المجتمع كله بتقول الدنيا كلها شافته بس انا ما شفتوش عشان ما دايقهاش ايه التباهي بالعلاقة دي طب اقول لكم حاجة مش كان افضل لكل الكلام ده ان انتو تقفلوا على نفسكم ويبقى ربنا عافى الله عن مسالها فقولنا الله غفور الرحيم وترتبطوا وتحبوا بعض وتتجاوزوا وتنسوا الناس الفيديو ولا نقيدي احنا استنساخ الفيديو هديرة عبدالرازق بتتلزز بشهرتها اللي حصلت من تسريب فيديو جنسي ليها بتقول لك اجانب بيبعتولي عاوزين يتجاوزوني وعرب يا جماعة ده انت كده يا بنت سلعة جنسية انت فرحانة بالجملة دي وانت بتقوليها وبعدين بتقولي ده زادوا اكتر بعد الفيديو يعني يعني انت بتديني نفسك يعني هم عايزينيك كده كسلعة يا ماما كادا جنسية انت مدركة انت قلت ايه في البرنامج وياسماين الخطيب بدل ما تطلع تسألها طب قولي نصايح بقى طب نوعي الناس طب نعمل معرفش ايه فيك بقى وعيات فيك وكلام فيك وحوارات وبلبس نقاب وحاولت انتحر وكل كلام ما فيش منه اي غرض غير الترند واعلام عليه العوض والبقاء لله فيه وهيطلعوا ترند وهيكملوا ترند وخلينا حنقعد نقول ونعيد وهو ده في الاخر ونرجع نزعل لاختلاف القيام والمبادئ والدين حسبنا الله ونعملوا كيف.